مرحبا يا أصدقاء في قناة بروفاريد في قناة بروفاريد كما قال تيميد آدم سنقرأ نص عنوانه قصة عن الحق والواجب وهو يدخل في إطار واجبات والحق في إطار واجبة الحق ولكن في وحدة تقويم والدام صفحة 3 و 8 اقرأوا صحيح حولكم كان يما كان كانت هناك أسرة تعيش في سعادة ونال كان الابن متعلق بأبيه أشد التعلق وكان الأب دائما ما يقضي معه كثيرا من الوقت ليلعب ويمرح معه ويحكي له مزيدا من القسط طريفة المحبوبة كثيرا بالأحداث التاريخية التي عاشها المغرب ملكا وشعبا كان الأب يعمل في مقاولات وكانت له أسهم يتابعها على الأنترنت بشكل دوري ولديه كثير من المشاريع والصفاء والصفقات التي أشغل بأمرها من شغلها بأمرها كانت كانت كان يا مكان كانت هناك أسرة تعيش في سعادة وهناء كان ابنه متعلقا بأبيه أشد التعلق وكان الأب دائما ما يقضي معه كثيرا من الوقت معه كثيرا من الوقت ليلعب ويمرح معه ويحكي له مزيدا من القسط لطريفة المحبوبة كثيرا طريفة المحبوبة كثيرا وأحداث التاريخية التي عاشها المغرب ملكا وشعبا كان الأب يعمل في مقاولات وكانت له أسهم يتابعها على الأنترنت بشكل دوري ولديه كثير من المشاريع والصفقات التي انشغل بأمرها كانت الأم تشعرك هذا يكفي إذن ارتكبت بعض الأخطاء خاصة في احترام علامات الترقيم وكذلك في همزة الوصل لا بد من احترام همزة الوصل انظر كيف سأقوم استمع قصة عن الحق والواجب كان يا مكان كانت هناك أسرة تعيش في سعادة وهناء كان الابن متعلقا بأبيه أشد التعلق وكان الأب دائما ما يقضي معه الكثير من الوقت ليلعب ويمرح معه ويحكي له المزيد من القصص من القصص الطريفة المحبوبة كثيرا والأحداث التاريخية التي عاشها المغرب ملكا وشعبا كان الأب يعمل في المقاولات وكانت له أسهم يتابعها على الأنترنيت بشكل دوري ولديه الكثير من المشاريع والصفقات التي انشغل بأمرها والصفقات والصفقات التي انشغل بأمرها قصة قصة على الحق والواجب كانت هناك أسرة تعيش في سعادة وهناء كان الابن متعلقا بأبيه أشد التعلق وكان الأب دائما ما يقضي معه الكثير من الوقت ليلعب ويمرح معه ويحكي له المزيد من القصص الطريفة المحبوبة كثيرا والأحداث التاريخية التي عاشها المغرب ملكا وشعبا كان الابو يعمل في المقاولات وكانت له أسهم يتابعها على الانترنت بشكل دوري ولديه الكثير من المشاريع والصفقات التي انشغل بأمرها حسن جدا قراءه جميلة جدا أحسن مني ومن آدم حسن جدا قدرتك ببا أتمنى أن تحترموا علامات الترقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر